هذه هي سلسلة جبال الجرشب هذه السلسلات تم السيطرة عليها من قبل قوات الجيش الوطني هنا في هذه المنطقة الواقعة بين محافظتي الجوف ومحافظة صنعاء تحديدا ميمنة نهم هنا تدور أيضا معارك كبيرة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي التي حاولت التقدم من ميمنة نهم وصولا إلى منطقتين الواغرة وأيضا منطقة سحاري هذه المناطق هي تابعة تحديدا لمديرية مجزر محافظة مأرب تدور الآن هذه المعارك منذ ثلاثة أيام وما تزال قوات الجيش الوطني في هذه الأماكن كما تشاكدون اشتباكات متواصلة ومواجهات عنيفة تخذها قوات الجيش بإسناد طيران التحالف العربي الذي استهدف أيضا آليات عسكرية للميليشيا كانت قادمة من جبهة نهم من ميمنة ميمنة نهم تحديدا التعزيزات ما تزال مستمرة للميليشيا وقوات الجيش الوطني أيضا ما تزال تخوض معارك عنيفة للحيلولة دون تقدم ميليشيات الحوثي باتجاه مديرية مجزر تحديدا وأيضا للحيلولة دون تقدم ميليشيات الحوثي باتجاه فرضة نهم ومفرق الجوف يقف إلى جواري العقيد أو العميد عبدالله الحمزة هنا في سلسلة جبال الجرشب يحدثنا عن آخر التطورات حياكم الله ونشكر قناة بلغيس آخر التطورات العدو حاول في عملية انتحارية لكي يكسب تحقق نصر وهمي لأصحابه دائما وهو يفعل هكذا لكن الشباب له بالمرصاد وبإذن الله ثابتين في مواقعنا والعدو شبه محاصر الآن بإذن الله وهو يجر أذيال الهزيمة ولديه كثير من الخسائر في العتاد وفي الأفراد ماذا عن طيران التحالف؟ ما نوع الاستهداف الذي استهدفوا طيران التحالف في هذه الجبهة؟ وما هي حجم الخسائر بالنسبة للملكم؟ نشكر الأخوة في التحالف العربي الاستهداف قوي جدا استهدف ما يقارب عشر عربات هنا تحتنا وفي الليل استهدف أيضا أطقم كانت هنا بجانب التبه الموقع حقنا والحمد لله طيران التحالف العربي ومدفعيتهم شغالها معنا إلى الآن وشغلهم يعني ما يحتاج إذن هكذا تبدو الصورة هنا في مديرية مجزر التابعة لمحافظة مأرب وأيضا في سلسلة جبال جرشب التي تم السيطرة عليها بشكل كامل من قبل قوات الجيش الوطني تحديدا في هذه المنطقة الواقعة بين محافظتي الجوف وصنعاء ومأرب أيضا من هنا من هذه المناطق التي تشتعل فيها المواجهات العنفة بين الجيش الوطني وميليشيات العوثي تستمر المعارك ولكن ربما تشهد الساعات القادمة وتطورات أكثر مما هي عليه في هذه الجبهة على الجرادي قناة بالقيس في المنطقة الواقعة بين محافظتي الجوف ومأرب وصنعاء